طلت بالفستان الأبيض وشاركة الجمهور كل التجهيزات قبل الفرح من وهي بتحط الميكب والحد ما صورت الفوتو سيشن والكل كان منتظر يشوف من العريز سعيد الحز اللهم مدعياله وهيكون جوز أروى آسم فهل هو سعودي فعلاً؟ رغم إنها حضرت أفراح صحبها البلوجرز كلهم وجي عليها اليوم اللي تكون هي العروسة لكن للأسف محدش كان جنبها غير أمها اللي عيطت أول ما شافتها وكمان إخوتها إيه حقيقة جوز أروى آسم فجأة وبالسرعة دي؟ وليه ما أعلنتش عن خطوبتها للجمهور زي أي مناسبة عندها؟ ليه ما فيش حد من البلوجرز صحبها حضروا؟ كل دو أكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده محدش يختلف على خفة دمها وروحها الحلوة في كل فيديوهاتها صحبت صحبها جداً وما فيش حد كان عنده أزمة أو مناسبة حلوة إلا وكانت في ظهرهم مؤول الحاضرين والكل كان منتظر فرحتها هي ويشوفوا إطلالتها فأي فرح متعودة تبهر الجمهور بإطلالة وسطايل مختلف تماماً الساعات اللي فاتت بقى أروى بقت عروصة وبعد ما كانت هتتجنن من الوقفة قدام الميريات خلص هتدخل عشة زوجية رغم أن الجمهور خد على خطره منها في البداية والكل تفاجئ بالفيديوهات بتاعتها ولكن هي برضو شركتهم من وهي في القوضة لابسة فستان بسيط ومكتوبة عليه برايد والدكور والتورتة حواليها وبتحط الميكب وبتعمل شعرها لحد الفيرست لوك وبقى الجمهور بيقولوا هو فين للعريس خاصة بعد ما قالت أنها عروصة لسعودي المفاجأة بقى أن العريس مش سعودي والفرح كان من غير عريس أيوة هو مش فرح أروى وده اتضح أن فوتوسيشن عاملة أروى في فيلا للأفراح والمناسبات هي بقت شريكة فيها وحبوا يعملوا تسويق ليها والمكان هو اللي اسمه سعودي ومش هيبقى معاهم ملكة النعنشة والدحكة الحلوة اللي بتقلب الدنيا بفيديوهاتها ويجيبوا حد من برا لقالوا زيتنا في دقيقنا ومنها هي الشريكة وتعمل الفيديوهات وفعلاً ده اللي حصل أروى عاشت أحساس العروسة لمدة يوم كامل ويمكن من قبلها فترة وجهزت زي أي عروسة بالزب واتفقت مع سامو هاجرس يصمم لها الفستان والحقيقة ده مش أول تعامل لأروى معاه تقريباً كل مناسباتها كانت بتلبس من تصميمه الفستان حصل عليه جدل شوية والجمهور كان شايف النجاري وقال إزاي تلبس كده ده مبين جزء كبير من جسمها ولكن هي رادت وقالت إن ده مش جسمها ولكن بطانة ولونها كده كمان الميكب كان مع عبدالله الرفاعي واللي عمل لها شعرها ومصفف الشعر اللبناني شادي لحود فالفريق كله كان على أعلى مستوى وفعلاً طلع أروى من تحت إيديهم ملكة جمال وإطلالتها أبهارت كل الجمهور وعلشان كده مفيش حد من صحبها البلوجرز حضروا علشان ده شغل ليها وأمها كانت معاها ولما شافتها بالفستان الأبيض ما قدرتش تمسك نفسها من العياط ونفسها تشوفها بحق وحقيقي لابسها مع ابن الحلال اللي يساعدها ويعوضها عن أي وقت صعب مرت بيه حد من المتابعين بقى سأل ناديا الخولي ليه ما حضرتيش فرح أروى قاسم فردت منفع لو قالت كل واحد حر وعنده ظروف ومش لازم أي حد يعزمي أروح وده طبعاً لأنها حامل وقربت تولد ورغم إنها عارفة إنه مش فرحة ولكن احترمت مفاجأة أروى للجمهور وما صربتش أي تفاصيل ودي مش أول مرة أروى تظهر كمودل للتسويق لقاعات الأفراح وهي لابسة الفستان الأبيض ولكن الجمهور صدق ظهورها الأخير في البداية والترند اللي عملته أروى نجح بجدارة وده لأن قبل عيد الحب عملت سيشن وظهرت إيد شخص بيقدم لها الورد ولكن ما أعلنتش أي تفاصيل عنه فيتارة هي مرتبطة فعلاً وهتشارك الجمهور زي ما متعودة قبل خطوة الخطوبة ولكن مجرد صورة وخلاص لموضل معها ورغم إن الفرح ما كانش حقيقي ولكن كل الناس كانت مبسوطة ودعوا ليها إنها تتجاوز قريب ومنتظرين فرحها وفرحتها زي ما فرحت لكل الناس أكيد الكل هيفرح ليها